بعد تحصيل 22 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مصر تحسن توقعات عز الموازنة للسنة المالية الحالية تحت ضغط تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية بيتكوين تعمق خسائرها وتهبط دون الستين ألف دولار وفي الأسواق العالمية وبانتظار إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي العقود الأجلة الأمريكية على تراجع أهلا بكم مشاهدين في شرق غرب وحييكم أنا محمد صلتي وأنا سهل هذه الجولة بهذه النظرة على أغلاقات الأسواق الخليجية بالكاد كنا نتابع هذه التدولات في السوق السعودي والمؤشر السعودي تاسي الذي أنهى التدولات في المنطقة الحمراء بتراجعات تصل إلى ربع النقطة الماوية عند مصوية 12.360 نقطة وبهذه الإغلاقات طبعا المؤشر يتجه للإستقرار لدينا جلسة واحدة من التدولات لنتحدث فيها عن ربما المحصلة الأسبوعية للسوق بنظرة أيضا على أبرز المحركات التي دفعت المؤشر السعودي للتراجع في نهاية الجلسة هذه نظرة على بعض القطاعات ربما التي كانت لها دور أساسي في هذه التحركات قطاع البنوك ربما كان يتأثر بحركة بعض القيادات لو نرى حركة هذا القطاع إذا سمحتم ومن ثم نعرج على بعض القطاعات الأخرى هذا هو مؤشر تاسي نتحدث على تراجعات بربع النقطة الماوية قطاع البنوك إذن كان أحد القطاعات القيادية الرئيسية التي تؤثر وتضغط على المؤشر السعودي تاسي وبهذه التراجعات التي نرىها تقريبا نصف النقطة المئوية قطاع الطاقة كان على بعض الاستقرار هناك واضح كان نوع من التذبذبات ضمن النطاق الأحمر لهذا القطاع قطاع المواد الأساسية طبعا على بعض التراجع 17 النقطة المئوية وبالتالي حتى فيما يتعلق بقطاع المواد الأساسية الأسواق كانت أو تتركز ربما بعد إغلاق الجلسة على نتائج سابق المتوقع صدورها اليوم هناك توقعات بتحسن ربحية هذه الشركة لكن البعض يقول أنه هوامش الربح ستبقى ربما ضاغطة نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية أبرز أخبار الشركات في أسوق السعودية التي تبعناها اليوم كانت أيضا من مصرف الإنماء الذي حقق نموا في الأرباح بنسبة 35% إلى مليار و310 ملايين أو مليار ريال إلى مليار و310 ملايين ريال في الربع الأول من العام لتأتي متقاربة من نطاق التوقعات التي كانت عنده مليار و360 مليون ريال عزل مصرف نمو الأرباح إلى ارتفاع دخل الاستثمارات والتموين وزيادة معدلات الربح إضافة إلى ارتفاع إجمال لدخل العمليات بنسبة 17% أيضا وافقت عمومية البنك السعودي للاستثمار على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 25% من 10 مليارات ريال إلى 12 مليار ونصف المليار ريال وذلك عبر منح سهم واحد لكل أربعة أسهم وتهدف هذه الزيادة إلى تدعين القاعدة الرأس المالية للبنك ما يساهم في زيادة معدلات النمو ويعزز الخطط التوسعية للبنك حصل شركة أماك على رخصة كشف عن خام النحاس والزنك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في منطقة نجران هذه كانت إحدى أيضا الأخبار التي تابعناها ينضم إلينا من الرياض للحديث عن ربما أداء السوق المجمل وتوقعات نتائج شركة سابك محمد العمران رئيس المركز الخليجي للإستشارات المالية أهلا وسهلا بك سيد محمد يعني تابعنا هذه التراجعات على المؤشر تاسم مع نهاية الجلسة هناك تراجعات على قطاعات قيادية على رأسها قطاع المواد الأساسية والسوق يترقب ربما ويركز على نتائج سابك هناك توقعت بتحسن ربحية لكن مع بقاء الضغوط مستمرة على هوامش الربح نتيجة العوامل الاقتصادية ماذا تتوقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما في شكل تركز الأنظار تجاه إعلان سابك عن نتائجها المالية بالمجمل نتوقع في تحسن طفيف في نمو الإرادات في نمو صاف الأرباح في تحسين هوامش الربحية بشكل بسيط تماشيا مع الصورة العامة التي شفناها تقريبا لحوالي 4 أو 5 شركات بتروكيماوية كبرة أعلنت مؤخرا وأيضا تماشيا مع الوضع الاقتصادي والأنشطة الصناعية تحديدا في الدول الأسيوية التي ما زالت إلى الآن لم تعطي إشارة قوية لعودة النشاط القوي كما كان الوضع عليه سابقا وتحديدا حنا نتكلم عن الصين كوريا الدول الأسيوية بشكل عام التي ما زالت إلى الآن تعاني من تباطئ النمو وضعف الأنشطة الصناعية التي بدورها طبعا وبشكل غير مباشر تؤثر على إرادات الشركات البتروكيماوية المدرجة في السوق المالي السعودي هل لا توقع عام صعب لهذه الصناعة ولهذا القطاع بالتالي يؤثر على شركات البتروكيماويات على رأسا سابق سيد محمد سؤال جميل وفي الحقيقة لنا أكثر من سنة في الحقيقة نعاني وهذه الشركات في الحقيقة تواجه مصاعب كبيرة في تحسين أداءها بسبب طبعا تباطئ النمو من الدول الصناعية الأسيوية وعلى رأسا الصين وأيضا ضعف الأنشطة الصناعية وهذا بدورها طبعا أثر على مستويات الأسعار على كميات الطلب للمنتجات وبالتالي حتى نقدر نقول أن صناعة البتروكيماوية تعود إلى نشاطها السابق وقوتها لابد أن أولا نشوف تحسن وتسارف النمو والأنشطة الصناعية في الدول الصناعية الأسيوية طبعا على رأسها الصين بحسب بيانات بلومبرغ طبعا السهم وبعض المنشرات الفنية التي نتبع على السهم السابق يعني هو يمتاز بعلوة كبيرة مقارنة بنظيراته من الأسهم العالمية هناك مجموعة ربما من المزايا التي يتمتع بها أو تتمتع بها الشركة مثلا يعني انخفاض تكلفة المواد الأولية المحفظة الاستثمارية حسب ما يقول بعض المحللين في بلومبرغ مثل هذه المزايا التي يتمتع فيها سابق أو شركة سابق في ظل هذه الظروف الصعبة كيف تنعكس على جاذبية السهم برأيك بالتأكيد يعني سابق يعني تتمتع بمزايا في الحقيقة كبيرة يعني بالمقارنة مع بقية الشركات البتروكيماوية حول العالم لا ننسى أن معظم مصانعها قديمة وبالتالي تكلفة الاستهلاك يعني أخذت بشكل شبك كامل في معظم المصانع نقدر نقول وبالتالي يعني التكلفة التشغيل تصبح أقل صحيح في ضغوط عليها بتحسين يعني النوعية الأصول الثابتة لديها بالتقليل من الانبعاثات الكربونية وهذا يعني هدف استراتيجي تشتغل عليه سابق أن تحول الانبعاثات الكربونية إلى مدخلات جديدة وبالتالي تصل إلى الانبعاثات الصفرية نقدر نقول خلال سنوات قليلة وهذا هو التوجه استراتيجي بلا شك يعني سابق أمامها فرص كبيرة للنمو في المستقبل الآن هي تحاول أن تطلع برى المملكة يعني دخلت في شراكات استراتيجية داخل الصين نفسها مع كمريات الشركات البتروكيماوية الصينية وأيضا يعني تبحث عن كثير من الفرص في هذا المجال لكن مثل ما تفضلتها لا زالت إلى الآن يعني تتمتع بمزايا تفضيلية لأن السوق المالي السعودية والسيولة الموجودة فيها أيضا داعم كبير لأن السهم يتداول يعني هل تتوقع أنه ربما بعض الخطط ربما للشركة في مجال اندماجات أو استحواذات بعض الشركات التابعة لها سيعطيها أيضا يعني هو عامل مهم في يعني هذه التوقعات نحو تحسين ربحية الشركة وقوة الشركة وملائة المالية بالتأكيد يعني هذا يعني طرح وارد جدا يعني أنه ممكن نشوف في السنوات القادمة عمليات اندماج السابق مع شركات تابعة أو شركات يعني يعني مشرق أنها تكون تابعة لها يعني أحد الخيارات ممكن تكون مثلا نقدر نقول اندماج مع أرامكو لأن أرامكو وسابق الآن أصبحوا يعني مملوكين بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة وحدة اللي هي صندوق الاستثمارات العامة وبالتالي البحث عن أي يعني سينيرجيز أو استفادات من عمليات الاندماج هذه بحيث أنها تنعكس إيجابا على أداء التشغيلي أو الأداء المالي ممكن يكون يعني خيار مهم جدا للاندماج أو لدمجها مثلا مع شركة فتر الرابغ التي تملكها بشكل كبير يعني مثل ما معروف أرامكو يعني الخيارات كبيرة في هذا المجال المهم هو القيمة المضافة للاندماج متى الاستشارات المالية أشارت إلى وجود قيمة مضافة إيجابية لهذا الاندماج بالتأكيد أن سابق أو أرامكو أو غيرهم من الشركات سيبحثون مثل هذه الخيارات محمد العمراء رئيس المركز الخليجي للانتشارات المالية شكرا لانضمامك معنا اليوم للحديث حول هذه التوقعات حول نتائج سابق منتدار هذه النتائج وتحليلها ربما في الساعات القادمة نرحب بك دائما سيدة محمد نلقي نظرة على تعاملات الأسواق الخليجية إغلاقاتها طبعا في هذه الأثناء كيف بدت إغلاقات ونهاية التدولات في الأسواق الخليجية كنا نتحدث عن بعض التراجعات في الأسواق الإماراتية منذ التعاملات الصباحية هناك كان نوع من التباين بالمجمل أيضا في اتجاهات الأسواق الخليجية لكن سوق طبعا المالي ينهي هذه التعاملات في المنطقة الحمراء بنصف النقطة المئوية 16 النقطة المئوية ينهي فيها تدولات مؤشر فادكس أبوظبي حتى التدولات في أبوظبي تحديدا تزامنت مع بعض نتائج الشركات القيادية في السوق نتحدث على E& وكذلك فاب وبالتالي كان هذا النوع من تفاعل أيضا ربما الأسهم هذه الشركات مع هذه النتائج رغم أنها إجاءة إيجابية لكن ربما بعض الضغوط والتراجعات عملية جني أرباح ربما تعرض لها السهم فاب بالتالي أثر على هذه التراجعات في سوق أبوظبي سهم فاب كان يتراجع في وقت من الأوقات تقريبا بأكثر من 2% سوق دبي المالي الضغط كان يأتي ربما من سهم العربية للطيران وبالتالي هذا ما يفسر بعض هذه التراجعات في برصة قطر هذه التراجعات التي نراها في المنطقة الحمراء 24 نقطة المئوية كانت تتزامى مع زخم أيضا كبير من نتائج الشركات والشركات الكبرى التي لها أثر ووزن على المؤشر أذكر منها أريدو ربما الخليج قطر للملاحة قطر لألمنيوم مجموعة من نتائج الشركات أيضا كانت تتفاعل مع الأسواق وبالتالي عمليات تصحيح أيضا تعرض لها المؤشر بالتزامى مع هذه النتائج برصة البحرين مغلقة بمناسبة يوم العمال طبعا سنبقى مع متابعة لهذه التحديثات دائما مع نهاية الأسبوع لازال يتبقى لدينا جلسة واحدة من التداولات لقراءة المحاصلات الأسبوعية لهذه الأسواق في لقاء مع الشرق قال رئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي أن العمل جار على تعزيز سيولة السوق عبر تروحات جديدة وذلك في إطار خطة لترقية البورصة إلى سوق الناشئة طبعا السنة الماضية كان فيه نزول المؤشر بشكل عام بالنسبة 7% ونتوقع أنه هذه السنة كان يفترض أنه يكون فيه نوعا من التحسن ولكن مع الأوضاع الجيوسياسية ممكن نوعا ما المنطقة بشكل عام تتأثر عموما المشاريع الموجودة في السلطنة ومشاريع الخصخصة الحكومية أعتقد أنها ستأتي باتبارها خلال هذا العام لاحظنا الأداء والارتفاع اللي صار في العام الماضي وبالتالي نتوقع أن هذا التوجه أو هذا الانطلاق تستمر معنا إن شاء الله خلال هذا العام طبعا مع وجود استراتيجية عامة الآن مدرك البلد بأهميتها وهي إعادة أو رفع تصنيف البورصة إلى بورصة ناشئة أحد أهم الاستراتيجيات التي نعمل عليها وبالتالي مشاريع الخصخصة كلها تدعم هذا التوجه في لقاء مع شرق تواقع محلل تصنيفات المؤسسات المالية في اسم بي جلوبال محمد دمق أن تواصل البنوك الخليجي عداءها الإيجابي خلال فترة المقبلة بدعم من استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة بالغربات المختلفة إنه بقيان تتعظون لطلقة حرارة المتابعة بدعم الإيجابية المتابعة من وك Ellenحرات المتابعة من هذه الموصول لتستمرار الفائدة من بردائها تستمرار الفائية في الوقت سنوم لتواقع في الاتصال في الوصول لتقالي أعلق بلتاق إليها لاحظ إليها وجود لطلقة المتابعة على قاعدة التتعاريجية في هذا المتابعة نفقا عبر من الأسفل في توقيت أن هناك سلوك فيترون في الهدف العديد من أشياء السعودية تعتقد أنها تعتقد بمكتورة المعارضة في السعودية ودعا الزيادة العديد من البنكات المغادرين تعتقد أنها تعتقد بمكتورة المعارضة في السعودية الإسلامic finance as an industry continues to grow and it continues to grow at a high single digit rate and all the components of the industry continue to grow from the Islamic banking for example that is benefiting from the implementation of Vision 2030 in Saudi Arabia for example or that is benefiting from the higher penetration in Malaysia or in Indonesia for example 2024 we expect the volume of issuance to be between 160 to 170 billion dollars slightly down compared to the last year but still I mean still if you look at the amount of سوكوك being issued versus the amount coming to maturity that would still continue to exceed في مقابلة مع شرق لنائب رئيس مجلس دارة تسواق رأس المال لمنطقتها الشرق الأوسط أوروبا وإفريقيا في سيتي كين روبينز أن التباطئ الذي شهد نشاط شهده نشاط الطروحات في أسواق الخليج خلال الربع الأول كان مؤقتاً مشيراً إلى النشاط القوي المتوقع لبقية 2024 وحتى النصف الأول من 2025 Look I think you're right to say that the first half certainly by recent historic standards was relatively quiet however we do have from the perspective of Citi's pipeline a very strong back-ended 2024 and first half of 25 pipelines so to an extent some of the dates didn't work out so well this year around Ramadan and Eid etc some of the companies we are looking to bring to market wants to grow a bit more before they decided to present themselves to you know the broad set of investors who are very interested in these markets today but we think it's really a small blip in what's going to be a fairly heavy pipeline and what is in a very attractive market for investors well we see busy markets across the UAE so both Dubai and Abu Dhabi Saudi and Oman as well we're receiving a number of RFPs where obviously issuers are looking to decide which banks they want to hire we're also working with a number of issues having been mandated by them for transactions in the second half of this year or in the first half of next year look I think sectors generally are broadening so clearly particularly in the UAE the first group of companies were state-owned they tended to come either from the energy sector or from utility sector such as such as Diva now we're seeing more private companies in the UAE come to market and we're seeing a broadening of the sectors into consumer into retail into technology into healthcare into hospitality as examples and we're seeing similar trends in the Saudi market as well Oman is just sort of starting out on its journey most of those companies are you know very similar to the the transactions we initially saw out of Abu Dhabi a few years ago ten dرجة السعودية ضمن قائمة البدان القليلة في المنطقة التي سجلت ارتفاعات في تمويل الشركات الناشئة رغم انكفاض عدد صفقات الاستثمار اشتركوا في القناة حول هذا الملف ينضم الينا في الستوديو وليد منصور المؤسس المشارك ورئيس التنفيذي لشركة مي بي بي اهلا وسهلا بك وليد شكرا انضمامك معنا ورحب بك احدث التقارير تشير الى طباط نشاط الاستثمار الجريع عالميا لكن مع بقاء بعض النقاط المضيئة في في هذا المجال اين تقع وتكمن هذه النقاط المضيئة بالنسبة لكم واين هي المنطقة من هذه الخارطة طبعا التباطو حسنا حصل بعد عملية نمو سريعة جدا تقريبا اواخر الالفية العاشرة وفترة الكوفيد حصل استحوازات واستثمارات كبيرة بقطاع الستارتاب والتكنولوجي تباطئ الامور مع ارتفاع الفايدة عالميا المنطقة العربية لحسن الحظ تعتبر من المناطق اللي فيها نمو سريع بشركات ناشئة لانه نحن بحاجة لهذه التكنولوجيات بالطريق تطور الاقتصاد اللي عندنا هي ويعتبر يعني رقم مليارين او دولار سنويا استثمارات داخلة بالشركات الناشئة رقم صغير جدا جدا بالمقاربة لحجم الاقتصاد يعني بتاخد الاقتصاد الخليجي تقريبا مليارين دولار عليه لا يتجاوز ال وليد عادة لما نسمع عن الاستثمار الجري وحضرتك اشرت الى ذلك يعني يمكن من غير ما تشعر دائما التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دائما ما تستحوذ على الترنت لهذه الاستثمارات هل هناك قطاعات اخرى تستفيد منها غير التكنولوجيا المالية او حتى الذكاء الاصطناعي هل هناك فرص اخرى طبعا 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 يعني كان الارتفجيل انتليجنس او الفينتك عالم عالمين ممكن يعني نقضي ايام نحكي فيهم ولكن في قطاعات اخرى بتتحول نطلع القطاع الغذائي والتكنولوجيات الموضوعة هونيك نطلع الزراعة نطلع على الهاردوير ممكن ندخل حتى بالقطاع العقاري مثلا البروبتك يلي هو بحاجة لتكنولوجيات كبيرة التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيات الانترنت ما بتتوقف على الاي كوميرس او الفينتك الابليكيشنز ممكن تدخل باي قطاع فيك تعطينا وليد فكرة يعني عن توزيع هذه الاستثمارات بالنسبة لمحافظكم او السناديق الخاصة بكم وين كان التركيز تكنولوجيا مالية اغذية زراعة قرات هل في حدثنا عن هذا التنوع طبعا نحن بدأنا من 15 سنة يعني نوتابر يمكن من الاول بالعالم العربي اللي دخلنا موضوع التكنولوجيا والشركات الناشئة ومن 15 سنة لليوم بتغير الاهتمام قبل كنا ندخل بشركات الانترنت المحتوى الجيمينج السريمينج الكونتنت بعدين دخلنا الاي كوميرس بعدين الاي كوميرس لا يكون فيها تكنولوجيا جديدة الموضوع دائما بيتحسن ويتغير طيب عدد السناديق المدارة الآن من قبلكم هل هناك نية لتوسع فيها عددها يمكن 4 أو 5 هل لديكم نية لزيادة هذه السناديق حجم الأصول المدارة هل لك أن تعطينا فكرة عن طبعا الحجم الأصول المدارة من وقت ما بدأنا لليوم تقريبا تعبر عن 350 مليون دولار عبر سناديق ريجونل سناديق ميناء نحن نحب نركز على الأرلي ستيج فسناديق حجمنا ما بين 150 و200 مليون دولار تعتبر والتركيز بيكون على المنطقة العربية بالتحديد ومنطقة الخليج بالأخص طب وليد يعني خطر في بالي أو ورد لذهني تساؤل حول المنافسة في السوق بمعنى أنه هناك الكثير من السناديق السيادية الآن التي لجأت إلى هذا النوع من الاستثمار هل هذا يعد مزاحمة لكم منافسة تخلق تحديات لكم في السوق واختناس الفرص لا أبدا هذه مش مزاحمة بالعكس هذه مثل يقوله بالانجليزي أنه اللي عم نعمله من 15 سنة إلى اليوم أصبح مهم جدا أنه الصداديق السيادية بدأت تركز على هذا الموضوع ومثل ما طرأت قبل الأموال اللي تضخف بهذه القطاع تعتبر ضئيلة بحجم الاقتصاد إذا نحن جديين بعملية تنوع الاقتصادي واندماجنا باقتصاد المعرفة العالمية بحاجة لأكثر من مليارين أو ثلاثة سنويا استثمارات على صعيد المنطقة العربية وصعيدة الخليج بالتحديد والصناديق السياسية هي فرصة لألنا لأننا نحن ممكن نتعامل معها نحن ممكن نكون شركاء لألنا بهذا الاستثمار العوائد اللي شايفينا طبعا عوائد عالية ونحن معهم ممكن ندير المخاطر بطريقة أفضل طيب حول هذه المخاطر إدارة المخاطر يعني نقطة مهمة وسط كل هذه الظروف وما نستمع إليه من تحديات اقتصادية على صعيد النمو التضخم أسعار الفائد المرتفعة كيف تتعاملون مع هذه المخاطر هل هناك نسب معينة تخصصونها مخصصات لتجنب هذه المخاطر هل كانت تعطينا فكرة حولها؟ طبعا نحن بما أنه مندير صناديق السندوق جمالا بيكون عنده تقريبا 15 شركة إلى 20 شركة يعتبر الـ하ريات من ضمن الـДن ممن ضمن تركيبة هذا الصندوق فالمخاطر موز bzw على العدد منها الشركات على العدد منها القطاعات على العدد منها الدول هلأ الـ… الـ aloud شرابته ما cerebronie شو عملته؟ عمله هو مش بس إدارة المخاطر المالية ولكن نحن كمان عنا واجبت ندخل بمساعدة هالشركات تتخطى مصاعبها وتكبر عبر الكثير من الأشياء اللي منعملها كانت بالستراتيجي بالمانجمنت بالسوبورت بالفاينانسينج فصراحة عملنا هو إدارة مخاطر وعملنا هو كمان المساعدة بتقليل المخاطر طيب استكملاً لهذا السياق هل هناك أسواق بعينها تنوين التوسع فيها مصر أردن الخليج هل كانت تعطينا فكرة حول مستهدافاتكم القادمة في 2024 حتى العام القادم المملكة العربية السعودية تمسر اليوم أكبر أكبر لشركات الناشئة إن كان الرواد العمال أو إن كان الشركات اللي بدأت تدخل المملكة طبعاً نحن كمان صارنا شايفين تريند زيادة نحن شايفين شركات عربية تكنولوجية بعالم السوفتور والإنترنت تنطلق للعالمية وكمان هذا منعتبره opportunity ليش؟ لأن دول المنطقة مناخد دولة مثل مصر فيها اليوم العدد الكبير الهائل من المهندسين والمبرجمين يمكن إذا نوجد لهم الاستثمار الصحيح ينطلق للعالمية فنحن لدينا قناعة كبيرة أن المنطقة العربية بدأ دورها بدخول العالم التكنولوجيا العالمية وليد منصورة المؤسس المشاركة ورئيس التنفيذي لشركة أمي بي بي شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا الحديث حول اتجاه هذا النشاط والاستثمارات الجريئة شكرا لك شر غرب نستمر معكم وفيه بعد الفاصل الآمال بالتواصل لهدنة في غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية ضغطاني على أسواق النفط والأسعار تتراجع بأكثر من 1% عدلت الحكومة المصرية من توقعاتها لعز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7% بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة بحسب بينات وزارة المالية الحكومة رفعت أيضا توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 35.4% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5% وفقا للوزارة أظهرت بينات البنك المركزي المصري تحسنا في عز صاف الأصول الأجنبية بالجهاز المصري في مصر بشكل غير مسبوك في مارس الماضي وبحسب البينات فقد تراجع العز بنحو 17 مليار و700 مليون دولار ليصل إلى 4 مليارات و200 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و900 مليون دولار بنهاية فبراير جاء ذات تحسن الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى المركزين مدعوما بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف إلى السوق المصرية ونظر على المؤشرات طبعا كنا نتابع في مستهل الجلسة وحتى وقت قريب قبل أن نرى هذه الارتدادة في المنطقة الخضراء للمؤشرات المصرية كنا نراها تتداول في المنطقة الحمراء بتراجعات جماعية على كافة هذه المؤشرات مع استمرار عمليات التصحيح وعمليات جن الأرباح التي طالت وتطال هذه الأسهم المصرية منذ عدة جلسات حتى الآن يقال عنها أنها عمليات تصحيح طبيعية لكن واضح أن السوق أيضا في المقابل يتفاعل إجابا مع البيانات نتائج الشركات المصرية التي أتت في أغلبها إيجابية وأعطت صورة معنوية إيجابية للسوق بالتالي هذا ما يفسر هذه الارتفاعات في المقابل حتى لو احتسمنا الضغوط والمعنويات التي تأتي من تراجع الجنيه لكن ربما المخاوف الوحيدة التي يعبر عنها السوق في هذه المرحلة هي أسعار الفائدة إذا ما بقت مرتفعة كيف يمكن أن تؤثر على النتائج المستقبلية للشركات هذا هي ربما المخاوف التي تهيمن على معنويات السوق حتى الآن المؤشر الثلاثيني في نهاية الجلسة ينهيها على ارتفاعات بي ثلاثة بي المئة وهذا هو الأداء اليومي وواضح في وقت من الأوقات كان يتراجع كما قلنا في التعاملات الصباحية قبل أن يرتد وعموما يعوض هذه الخسار والتراجعات التي كان محاها أيضا محا فيها المكاسب منذ مطلع العام وعوضها إلى بعض المكاسب الطفيفة إلى آخر الأخبار وأبرز الأخبار في شركات البورصة المصرية والمدرجة في البورصة المصرية قفزت أرباح القناة للتوكيلات الملاحية بالنسبة 165 بي المئة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي في مارس الماضي لتصل إلى 574 مليون و400 ألف جنيه مقابل نحو 217 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي في المقابل ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيموية بنسبة 14% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتصل إلى 82 مليون ونصف المليون جنيه أيضا ارتفعت أرباح شركة مطاح شرق الدلتا بنسبة 17% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتصل إلى 100 مليون و600 ألف جنيه من الأخبار أيضا التي تابعناها ضمن إفصاحات الشركات المدرجة في البورسة المصرية عمومية أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية التي وافقت على طرح 25% من شركة أطلس سيوة للتنمية الزراعية تابعة لها في بورسة الأسواق الصغيرة والمتوسطة نلقي نظرة أيضا على العملات المشفرة ننتقل إلى الأسواق العالمية طبعا وهذه النظرة وهذه المتابعة للعملات المشفرة التي كانت تتراجع أيضا وتشهد تراجعات منذ التعاملات الباكرة ومنذ عدة جلسات حقيقة دفعتها إلى ما دون مستويات الستين ألف كلنا نتابع أيضا البتكون في وقت من أوقات هذه الجلسة يتداول دون مستويات حتى السبعة وخمسين ألف دولار وبالتالي واضح أن البتكون يحاول تخليص هذه التراجعات الحادة التي تعرض لها ودفعته نحو هذه المستويات ننتقل إلى الزميل المحل المالي محمد زيدان ليطلعني أكثر ونقف معه عند المزيد من هذه التحليلات حول أداء البتكون والعملات المشفرة شكرا محمد هو يوم الفيدرالي يوم مهم بالنسبة لعملات الرقمية أنها ترتبط بشكل خاص بالأصول داتا المخاطرة المرتفعة اليوم شاهدنا خسائر على البيتكوين هي الأعلى منذ عام ونصف وأعلى منذ انهيار FTX بالرغم أن لا يوجد انهيارات في أسواق العملات المشفرة في الوقت الحالي ولكن معدل تقلبات مرتفعة بسبب أن الأسواق ترغب أن ترى المصار المستقبلي لفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة باللون الأخضر والأحمر هو الأداء الشهري للعملات المشفرة أو بيتكوين خاصة شايفين هذه الخسائر هي كبيرة وكانت ممكن توصف بأنها عملت جني أرباح ولكن إذا رأينا اللون المسيطر في الأوين الأخيرة هو اللون الأخضر بشكل عام فبالتالي كان الاتجاه صاعد للبيتكوين وبالفضل رأينا قمم قياسية تاريخية حققتها العملة المشفرة في الأوين الأخيرة ولكن الرؤية تغيرت أو السيناريو تغير الفرصة البديلة أو تكلفة الفرصة البديلة ارتفعت بشكل كبير أمامنا باللون الأحمر هو عوائد الحقيقية على السندات الأمريكية لأجل عامين وهي الأكثر حساسية للسياسة النقدية في الأولة الأخيرة وجدنا أن البيتكوين لديه ارتباط وثيق بالمصار المستقبلي لمعدلات الفائدة فبالتالي ارتفاع العوائد الحقيقية على عوائد السندات لأجل عامين معناها الأفضل منك تحط فلوسك في البيتكوين التي لا تحقق عائد أفضل لك تستثمر في أزون الخزانة أو حتى في أصول تحقق عائد لك أفضل فبالتالي كل ارتفاعات للعوائد الحقيقية بيكون ضغط سلبي على البيتكوين وحتى تاريخياً لو بصيرنا نلاقي دائماً أن العلاقة العكسية انخفاض العوائد ارتفاع البيتكوين والعكس صحيح لأنها مرتبطة بشاريع المخاطر والاتجاه إلى الأصول ذات العائد من ناحية الفنية عندنا إشارات قد تكون سلبية على البيتكوين مبدأين إشارات بمستوى 60 ألف و 62 ألف مستوى الدعم أربع مرات السوق حاول أنه يكسرها ولكن دائماً كان هناك مشتري وارتداد في البيتكوين الآن وجدنا قوة أو كسر قوي ووصلنا إلى مستوى 57 ألف الأسواق الآن تنتظر بمستوى 52 ألف و 48 ألف كان مستوى الدعم محورية على المدى المتوسط طبعاً السيناريو الهابط هو سيناريو محتمل مدام السوق لا يغلق أعلى مستوى 60 ألف و 62 ألف ولكن من ناحية الفنية أو في ويلستريت اعتمدوا دائماً على معدل بسيط أنه كلما فقد السوق 20% من أعلى قمة له معناه أنه غير الاتجاه لو اعتبرنا هذا هو المعيار واضح لبيتكوين خسر أكثر من 23% من أعلى قمة له فيبدأ السؤال الأهم والمطروح هل هو تغيير الاتجاه أو عمليات تصحيح لحد ما ممكن نقول عنيفة وحدة بسبب أن الفيدرال الأمريكي أمام اجتماع محوري بالنسبة للسوق لأنه يحدد المسار المستقبلي لتغير بشكل جذري منذ بداية العام حتى الوقت الحالي شكراً لك محمد جزيلاً على هذه التحليلات القيمة بالفعل سنبقى مراقبة للبحث حول هذه الإجابات حول هذه التساؤلات التي طرحتها شكراً لك محمد نلقي نظرة على أسعار النفط التي كانت تشهد أيضاً تراجعات متواصلة منذ الجلسة الماضية هذه التراجعات لا زالت في ضمن هذا النطاق الذي كنا نتابعه منذ التعاملات الصباحية نتحدث عن تراجعات بأكثر من 1% تقريباً كذلك على الـ WTI هذا يأتي وسط عدة عوامل العامل الأول المهم في هذه التراجعات هو انحسار مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة العامل الآخر كما كان يذكر الزميل محمد اجتماع الفدرالي هو عامل مهم تترقب الأسواق لأنه بقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا يعني رياح معاكسة للنفط ويرفع التكلفة على المشترين الأمر الآخر بيانات المخزونات الأمريكية التي زادت الأسبوع الماضي على الرغم أيضاً من جزء من هذه البيانات التي كنا نتابعها كان في انخفاض في مخزونات البنزين لكن ربما السوق احتسب الصورة الأوسع لهذه المخزونات من نيويورك تنضم إلينا ريبيكا بابين العوضة المنتدب وكبيرة متداولي الأسهم في CIBC أهلاً وسلم بكي شكراً لانضمامك معنا في أي سياق نقرأ هذه التارجعات ريبيكا في إطار مجموعة من العوامل المحيطة بالسوق المتضاربة أنصح التابير هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفق حالياً وكل هذه العوامل تجتمع وتؤدي إلى حالة تقلب في السوق هناك الخلفية الجيوسياسية حيث نرى المفاوضات واحتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار وهذا سيبعد العلاوة الجيوسياسية عن السوق في أواخر إبريل كنا أمام علاوة جيوسياسية تبلغ عشرة دولارات وبما أننا تجنبنا السيناريو الأسوأ الذي كان سيكون على شكل نزاع إقليمي سيهدد المعروض النفطي هذه العلاوة تراجعت وحالياً هناك حديث عن وقف إطلاق نار والعلاوة تتراجع وقف إطلاق نار غير مؤكد وبالتالي ليست كل العلاوة الجيوسياسية خارج السوق ولكنها تتلاشى بالتدريج العامل الثاني الذي يؤثر على السوق حالياً بيئة التضقم وبيئة النمو في الولايات المتحدة فنحن رأينا أرقام تضخم أعلى من المتوقع وهذا الأمر أثر على السوق التي بدأت تشعر بالقلق من أن التضخم المرتفع يؤثر على النمو في أمريكا وهذا الأمر يتضح من خلال تراجع بيانات السهلاك البنزين والديزل وهذا عاملان يشكلان ضغطاً على السوق أخيراً هناك تنامي في المخزونات في أمريكا والأسواق تركز على هذا الأمر لتحديد صحة سوق النفط وهذه العامل الثلاثة التي كانت تسير على ما يرام معظم شهر مارس كنا ممتوترات جيوسياسية والنمو أقوى وتضقم أقوى وكنا ممتراجع في المخزونات ثم حصل أنقلاب ونرى العكس فالنفط بات يتراجع إلى حدود ثمانين دولاراً لبرينت والنفط مدعوم من حيث الأساسيات عند هذا المستوى السعري ريبكا في جانب آخر برأيك هل إلى أي مدى العوامل الموسمية ربما ستحد من أي اتجاهات حادة على أسعار النفط لن نعتدنا في الآونة الأخيرة أن نشاهد هذه التقلبات في أسعار النفط العوامل الموسمية مؤثرة حالياً ونحن نتجه إلى موسم العطلات الصيفي وعادة الطلب في أمريكا يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال هذه الفترة ونرى المخزونات تتراجع والأسواق عادة تميل إلى تسجيل حالة من الرالي في فصل الصيف نتيجة تزايد الطلب في هذا الوقت نحن أمام اجتماع لأوبك بلس في يونيو المقبل وهم سيقررون ما إذا كانوا سيتراجعون عن بعض التخفيضات وهذا قد يشكل حماية ضد التقلب لأن الأسعار إذا ارتفعت بسرعة فإن هناك قدرة احتياطية انتاجية جاهزة لدى السعودية والإمارات والكويت إلى حد ما ويمكن تفعيل هذه الطاقة الانتاجية الاحتياطية وطرح النفط في السوق لتعويض أي حدث يرتبط المعروض أو بالتزايد في الطلب لكن عنصر الموسمية الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيؤدي إلى تراجع في المخزونات وسيشكل دعما للسعر ويحمي من الهبوط الكبير ونحن في فترة نجد فيها أن الهبوط يجب أن يكون محدودا بسبب العامل الموسمي والصعود الكبير غير متوقع بسبب القدرة الاحتياطية الانتاجية المتاحة في دول الشرق الأوسط ريبكا بابين العضو المنتدى وكبيرة المنتدى وليل أسهم في CIBC Private Wealth Group شكرا جزيلا نضمان بك معنا الحديث حول التجاهات الأسواق شرق غرب مستمر معكم وفي بعض الفاصل الأسواق تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم أهلا بكم مشاهدين قبل أن نغوص قليلا في الأسواق الأمريكية نقرأ هذه البيانات التي تارد الآن حول نتائج شركة سابك للبتروكيمويات السعودية أرباح الربع الأول للشركة أظهرت مبلغ 250 مليون ريال يعني أقل من أرباح ب250 مليون ريال أقل من التوقعات تقدر ب556 مليون ريال كأرباح يعني أقل من التوقعات ربحية تتساهم 0.08 مليون ريال مقابل توقعات ب0.15 مليون ريال لا لا وبالتالي لا يمكن القول أنها جاءت مفاجئة بشكل كبير جاءت صحيح مخالفة ربما للتوقعات والتوقعات بأن تتحول للربعية بعد أن فاجعت الأسواق في الربع الماضي الإرادات تتراجع أيضا بعشرة فاصلة 2% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 38 مليار 32 مليار ريال إذن هذه البيانات التي تأتي الآن وهنا دعوني بس يعني أعلق سريعا بالتأكيد ربما نبحث لاحقا في تفسير هذه النتائج وتحليل هذه النتائج صحيح كنا نتحدث على هناك بعض التفاعل لدى المحللين بأن تتحول الشركة للربحية نتيجة بعض العوامل الداعمة للشركة أو التي تمتاز بها الشركة مقارنة بنظيراتها العالمية وكنا نتحدث عن تكلفة انخفاض تكلفة المواد الأولية لديها الخطة التوسعية لديها وبالتالي هذا كان يعطيها ميزة حتى ميزة للسهم يعطيها علاوة كبيرة مقارنة بين النظيرات لكن المحللون في المقابل كانوا يؤكدون على نقطة أن الضغوط مستمرة يعني على هوامش ربح الشركة لماذا لأنه لدينا عوامل لم تتغير في هذه الصناعة عوامل عالمية يعني ضعف الطلب انخفاض باقتصادية عالمية صعبة مرتبطة بالطلب ربما بأسعار الفائدة بارتفاع أسعار اللقيم وارتفاع المواد الأولية وبالتالي حتى هذا الأمر لم يكن مستبعدا بالتالي عندما نتحدث عن مرة أخرى انخفاض أرباح سابق في الربع الأول بـ 250 إلى 250 مليون ريال مقارنة بتوقعات كانت عندها 556 مليون ريال صحيح أنها جاءت مخالفة للتوقعات لكن لم تكن مخالفة للاتجاه الذي توقعه الاقتصاديون وبالتالي أيضا نتحدث مرة أخرى نذكر أن إرادات الشركة تراجعت 10.2% على أساس سنوي إلى 32 مليون ريال سعودي كانت هذه نتائج شركة سابق إذن نكمل متابعتنا للأسواق العالمية تترقب الأسواق اليوم قرار الفائدة الأمريكية وسط توقعات بأن يثبت الفدرالي تكاليف الإقراض للمرة السادسة على التوالي عند نطاق يتراوح بين 5.5% و 5.4 نقطة المئوية وبينما يعتبر القرار شبه مؤكد ستتركز الأنظار كالعادة على خطاب رئيس الفدرالي جيرون باول بعد القرار بحثا عن أي الدلائل إضافية بشأن خطط التيسير النقدي خصوصا بعدما تراجع باول عن لهجته المتساهلة الشهر الماضي ورغم أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة توقع ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام في الدوت بلوت إلا أن من المرجح أن يستبعد باول أي تحول إلى التيسير ما لم يظهر التضخم تراجع ملحوظ نحو المستهدف بينما تقلص الأسواق توقعاتها للتيسير النقدي هذا العام يتزايد تشاوم المستثمرين بشأن سندات الخزانة الأمريكية فمراكز المستثمرين في عقود خيارات سندات الخزانة الأطول أجلا والتي ستستفيد من ارتفاع العوائد وصلت إلى أعلى مساوياتها في عام مقارنة بالعقود التي تراهم على انخفاض العوائد وفي مؤشر على تزايد حالة عدم اليقين في السوق أظهر أحدث استطلاع لبنك جي بي مورغن أن مراكز الشراء والبيع على المكشوف لسندات الخزانة ارتفعت بأربعة نقاط مئوية كل على حداء الأسبوع الماضي في حين انخفضت مراكز المحايدين بثمانية نقاط مئوية بحسب البيانات فأن مراكز البيع على المكشوف سجلت أعلى مستوى منذ الثامن من إبريل بينما تعد مراكز الشراء الأعلى منذ الخامس عشر من إبريل من لندن ينظم إلينا أكسل رودولف محل الأول للأسواق IG جروب أهلنا وسهلا بك مرة أخرى أطرح هذا التساؤل طرحته على ضيوفنا في برامجنا السابقة هل الأسواق تقدر بشكل صحيح وبشكل دقيق يعني هذه الظروف وهذه البيانات وبالتالي تأثير ذلك على قرارات الفدرالي المستقبلية واللهجة القادمة له على المدى القصير ما يقود الأسواق منذ يوم أمس الخوف من بقاء الفائدة عند مستوى أعلى لفترة أطول في الولايات المتحدة وإذا نظرت إلى شهر يناير هذا الأمر غير مفاجئ فوقتها كنا نتوقع من الفدرالي أن يخفض الفائدة للمرة الأولى في يونيو وهذا التوقع أجل إلى سبتمبر ثم نوفمبر ويوم أمس بات أول خفض متوقع للفائدة في ديسمبر نتيجة بيانات التوظيف التي صدرت وكانت مرتفعة والأسواق عادة لا تهتم بها طيب يعني هل معنى ذلك أن أسواق الأسوم شهية المخاطرة اتجاه أسوم التكنولوجيا تحديدا ستبقى قائمة ستبقى موجودة في الأسواق هل هذا يعزز فكرة من يقول بأنه لو كانت هناك ثقة بسياسات الفدرالي لما رأينا وولستريت عند هذه المستويات الحالية الأمر يتوقف على أرباح الشركات كما قلت ونصف الشركات أعلنت أرباحها وتحديدا الكثير من الشركات التكنولوجية والنتائج بصراحة كانت متفاوتة وحتى في حالة بعض الشركات التي تفوقت في الأرباح للتوقعات لم تكن هناك شهية لشراء أسهمها كما رأينا في الأشهر القليلة الماضية والمستثمرون يبحثون عن أسواق أخرى مثل بورصة المملكة المتحدة الفوتسي 100 الذي سجل أرقام قياسية متتالية وخاصة أن المستثمرين يخرجون من سوق أمريكا التي تعتبر فوق قيمتها الحقيقية لتلك الأسواق مثل المملكة المتحدة ويدون قيمتها العادلة إذن هناك تحول في تخصيص الأصول في مجال الاستثمار عموما والأمر سيتوقف على الخطاب الذي سنسمعه من باول اليوم مساء وما إذا كانت الفائدة ستبقى عندما استويات أعلى لفترة أطول وما إذا كانت تضخم سيظل مترسخا وما إذا كانت سوق العمل ستظل متضيقة بيانات اليوم أظهرت أن الوظائف في القطاع الخاص قد جاءت بأرقام أفضل من المتوقع إذن الأمر لا يقتصر على الوضع الاقتصادي الكلي وإنما يجب أن نراقب أيضا أرباح الشركات يعني بما أنك تحدثت عن وجهة النظر هذه أو هذه الفكرة في المقابل هناك من يرى أنه حتى نتائج أرباح الشركات وأنا أتحدث هنا عن التكنولوجية كانت تبرر هذه التقييمات المرتفعة لكن بما أنك تحدثت عن التحول من الأسهم الأمريكية إلى أسواق مثل المملكة المتحدة أين يرى المستثمرون الفرص في سوق المملكة المتحدة ما هي القطاعات التي تشكل عوامل الجذب لهم هناك كما تعلم المملكة المتحدة لا تضم قطاع تكنولوجيا وبالتالي المستثمرون يركزون إلى حد ما على البنوك رأينا بنك HSBC يعلن عن نتائجه هذا الأسبوع وهي جاءت أفضل من المتوقع البنوك تقدم أداء جيدا والمستثمرون يستثمرون في هذه الأسهم لأنهم يتوقعون للفائدة أن تظل عند مستوى أعلى لفترة أطول وهذا يسهم في توفير دخل إيجابي للبنوك وبعيدا عن ذلك هناك قطاع الطاقة الذي يتداول عند مستويات قياسية في حالة بعض الشركات مثل BP مثلا رغم أن أسعار النفط تظل عالقة دون 90 دولار حاليا ولكن هذه ربما هي القطاعات التي تشهد اهتماما بها وبعيدا عن ذلك بصراحة مؤشر فوتسي مئة بأكمله يشترى بسبب قيمته التي تأتي أدنى من المتوسطات التاريخية وهذا يقود المستثمرين إلى محاولة شراء الشركات البريطانية أكسل مضطر لمقاطعة تك انتهى وقت البرنامز أكسل رودولف محل الأول الأسواق في أجي جروب شكرا جزيلا لانضمامك معنا الحديث حول اتجاهات الأسواق العالمية وصلنا إلى القتام مشاهدينا هذه تحياتنا محمد السلطي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة